مروان عيسى هو مروان عبد الكريم علي عيسى وكنيته أبو البراء المولود من عام 1965 قائد عسكري فلسطيني من حركة حماس وهو نائب القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف ويوصف بأنه قائدها الفعلي على الأرض وعضو المكتب السياسي لحركة حماس ويعد حلقة الوصل بين المستويين السياسي والعسكري في حركة حماس كان قد لعب دورا في صفقة شاليط وتقول إسرائيل أنه زار جلعات شاليط أكثر من مرة خلال احتجازه في غزة ويصفه الإعلام الإسرائيلي بأنه يتكلم العبرية بطلاقة وقد أصيب في غارة إسرائيلية عام 2004 نشأته ولد مروان عيسى في عام 1965 في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة فنشأ حاملا على عاتقه حلم العودة إلى القرية التي هجر منها أهله في بيت طيما بمدينة المجدل إبان النكبة عام 1948 وتلقى تعليمه في الجامعة الإسلامية في غزة انتمى عيسى إلى جماعة الإخوان المسلمين في شبابه وأسهم في تنفيذ أنشطتها الدعوية والاجتماعية والتنظيمية وتميز بين أقرانه ببنيته القوية برز لاعبا مميزا في كرة السلة وكان يلقب بكوماندوس فلسطين وكانت له صولات وجولات في الملاعب ضمن فريق نادي خدمات البريج مع ذلك لم تكتب له مسيرة رياضية إذ اعتقله الاحتلال عام 1987 بتهمة الانضمام لحركة حماس واعتقلته بعدها السلطة الفلسطينية عام 1997 ولم يخرج إلا بعد اندلاع الانتفاضة الأقصى من العام 2000 ولما أفرج عنه ترك الرياضة وشق طريقا مالت إليه نفسه تلبية لواجب الدفاع عن الأرض فالتحق بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وكان حينها في التاسعة عشر من العمر في سجن الاحتلال الإسرائيلي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة الأولى مدة خمس سنوات من العام 1987 إلى العام 1993 بسبب نشاطه التنظيمي في صفوف حماس الذي التحق بها في سن مبكرة وقالت إسرائيل إنه طالما ظل على قيد الحياة فإنما تصفه بحرب الأدمغة بينها وبين حماس ستبقى متواصلة وستصفه بأنه رجل أفعال ولا أقوال وتقول إنه ذكي جدا لدرجة يمكنه تحويل البلاستيك إلى معدن في سجون سلطة فتح سجن في سجون السلطة الفلسطينية التابعة لحركة فتح لمدة أربع سنوات ولكن أفرج عنه مع اندلاع الانتفاضة الثاني مطلوب لدى الاحتلال قبل انسحاب إسرائيل من غزة كانت تنظر أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لعيسى وأحد أخ واحد من أخطر المطلوبين حيث كان له دور كبير في العمليات ضد المستوطنات الإسرائيلية في القطاع بعد اغتيال الجعبري في نوفمبر من العام 2012 بعد اغتياله زعمت وأشاعت مصادر استخباراتية إسرائيلية بأن مروان عيسى هو خليفة أحمد الجعبري نائب القائد العام لكتائب القسام الحياة الشخصية توفي الابن الأكبر لعيسى المدعوب راء في عام 2009 عندما كان بعمر التاسع بينما ورد باستشهاد ابن آخر له يدعى محمد في ديسمبر عام 2013 في غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر